قليل في هذه المباراة وقررت حرمان 474 مشجع للنادي المصري و 153 مشجع من النادي الإسماعيلي من حضور 6 مباريات أو أي مباراة خلال فترة الإيقاف في بطولة الدوري لفرقهم في هذه الفترة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه على كل نادي مع إلزام كل نادي بتحمل قيمة ما تم إتلافه في إستاذ الجيش في برج العرب بالإسكندرية حددت كمان ربطة الأندية من خلال شركة تذكرتي وقاعدة البيانات خمس أشخاص خمس أشخاص وفقا لرقم بطاقة المشجع بتاعتهم من دخول أي إستاذ في مصر خلال 3 سنوات دي أول مرة تحصل كعقوبة مغلزة شوية إن يبقى في عندك خمس مشجعين في البلاكليست ممنوعة دخولهم أي مباراة خلال 3 سنوات أتمنى التوسع في مثل هذه العقوبات الشخصية لأنه فعلا محدش هيردع أي واحد متجاوز ومحدش هيمنعه من دخول الملاعب إلا عقوبات مشددة زي كده يعني مش فكرة إيقاف مباراة أو إيقاف مبارتين أو تغريم الأندية لأنه في النهاية أكيد أي نادي مغلوب على أمر ولا يملك يعمل أي حاجة لكن العقوبة الشخصية للأطراف اللي أنت فعلا مطلع لهم وعندك قاعدة بياناتهم وتقدر تحددهم والكاميرات بتصورهم مزيد من التوسع في العقوبات الشخصية باش مهندس هي اللي ممكن تكون راد عشوه شخص إبراهيم هو المتفرج اللي أنا مش قادر أفهم السيكولوجية أو التفسير النفسي إنه بيتخانق يروح كسر كرسي عشان يضرب بيحد طيب اللي كسر الكرسي ده النادي ليه يتحمل هذا الكلام ليه الجمهور لا يتحمل مسؤوليته هذه غرامة يجب أن تقع على عاطق من قام بها تعرف يا باش مهندس ده ممكن يبقى لو دقة شوية أنت حددت الشخص اللي داخل حدد لي رقم الكرس اللي هيعود عليه أولا هم 3040 واحد الكاميرا جابوا وشوهم تمام بين قوي وبين قوي مين اللي كان بينتزع كرس تحرمه ثلاث سنين ويدفع في الغرامة أيوة هي دي الغرامة تتوزع عليه على الأقل يا سيدي بلاش الغرامة المئة ألف جنيه اسنم الكرسي اللي كسر وصلحه بالظبط أنت اديته رقم تذكرة اديله رقم كرسي يبقى مثبت أن الكرسي رقم 56 حيضع لناس يا أستاذ إبراهيم وتبقى مش مش اللي عامل الغلط لكن عليهم أن يقاوموا بقى لما أنت تديه لمرة واثنين أنت اللي حتمنع أن حد يكسر الكرسي أو حتبلغ أنت عنه بالظبط لأنه ده مهودتك أنت هنا مفيش وشاية هنا فيه جريمة يتحملها من ارتكبها دي مش وشاية ده طبعا ده إبلاغ عن مخطئ حتى لا تتكرر أمور إحنا كنا إزاء كارسة محتملة أي ولو العداد كبيرة ما كنا ناش عارفين حيسيطر عليها إزاي ولو لأن المباراة انتهت بالتعادل برضو ربما خفف هذا الأمر وإن كان مثلا ممكن يبقى جمهور الإسماعيلي مداي أكتر أنا مش متكلم في كده نتيجة مراءة مش نتيجة وبعدين يستوقفني شيء بقى الله والناس اللي أعملها تقولك الأهلي والإسماعيلي بيلعبش والإسماعيلي ليه وإن هدين دول كانوا بيلعبوا فين في برج العرب ليه وهم جارين ليه ملعب المصري لأن فيه معلومات عند الأمن الترجمة في الملعب إن ممكن يحصل حاجات من النوع ده دي بتبقى يعني حاجات شب يعني تترقب الفرصة عشان تنفاجر فيه معلومات بهذا الكلام أي فأنت يا جماعة اتقوا الله شوية يا محدس الفتنة يا اللي عملين واخدين والأسف نقاط زي ما حنشوف كبار واخدين موضوع نشيبي في اتجاه تاني واخدين يقحموا المغرب والاتحاد المغربي في الأمر بما أنت حتسمت لنا كذب هذا الأمر دلوقتي الحقيقة يعني الإشارة في جزئية الأهل ما بيلعبش في الإسماعيل وهو برضو مستصغر الشرر ده جاي من الإعلام لأنه كل شوية وهي دي الناس أصلا اللي هي فاهمة وهي ضد الأهل إن لما تصير حاجة زي كده أكن الأهل لو راح الإسماعيلية هيتغلب والإسماعيل ما بيجيش يلعب مع الأهل في القاهرة بس ده كمان حتى المصري إجار المباشر للإسماعيل بيلعبه في برج العرب ما لعبوش حتى في السويس ولا في الإسماعيلية فبالتالي إمتى الناس تتحاسب على إثارة هذه الفتنة إمتى كل واحد يطرح السؤال هو الأهل ما بيلعبش في الإسماعيلية ليه؟ يدرك الحقيقة وهو إنه قبل بداية الموسم الأهل بيجيب الموافقة الأمنية على استضافة الإسماعيل في القاهرة بينما الإسماعيل ما بيجيبش الموافقة الأمنية حسب تأكيد مسؤولي لجنة المسابقات على استضافة الأهل في الإسماعيلية فما بالك بمباراة بين الجارين يحصل فيها اللي حصل لكن هتفضل دايما منطقة أو جزئية العلاقة بين الأهل والإسماعيلي عرضة لمثير الفتن بهذا الشكل المتكرر اللي يدلك على إن ده أمر يعني متعمد يظل الأمر محتقن بين الأهل والإسماعيلي إن فجأة وبدون سابق نظار ينسب حديث إلى الدكتور عبد المنع معمارة وقول لك الأهل يحقق بطلطه بلعب النادي الإسماعيلي أولا هو ملاش وهو في السلطة ولا بعديها حنعتبر يا سيدي أنه قالها وأنا أشوك أن يكون قالها أرد ببساطة شديدة جدا تعالوا نشوف الأهل المتهم بتفريغ الإسماعيلي لما قيل أنه أخذ نجوم الإسماعيلي من 2005 وانت طالع كان تجري إسماعيلي بينافس الأهل وتطاعة أن يحقق اتنين دوره استطاع أن يحقق كاس مصر استطاع أن يكون منافسا قويا تعالوا بقى لما بيعد الأهلي عن الإسماعيلي خد منه لعبوا اتنين في العشرين سنة اللي فاتوا دول في العشر سنين الأخارة في العشر سنين الأخارة نتاج الإسماعيلي عملت إزاي مين اللي فرغ بقى الإسماعيلي حقيقة الأمر والإسماعيلي ما بتفرغش بالعكس ده الإسماعيلي كان يدعم بأموال جيدة في التسعينات السبعة مليون وثمانية مليون دي كانت مبالج كبيرة جدا في الوقت 2005 و2006 و2004 كان مبالج كبيرة استطاع الإسماعيلي أن يدعم فريقه ومكانش عنده أي مشاكل ملي النهاردة لما غيرنا هو اللي بقى يتعامل ويفتح الإسماعيلي مصرعيه له تسبب فيه ديون كبيرة تسبب فيه مشاكل للإسماعيلي حتى النهاردة تتفاقم مش عارفها تتلام فما سألت الأهلي طيب الأهلي كسب بطولاته بالإسماعيلي طيب الإسماعيلي ما كسبش بطولاته بالعيب الإسماعيلي ليه مش كانوا عندك وانتقل للأندية أخرى إسماعيلي بقهم لأندية تانية لا ورغم هذا لا ده ده الكلام ده قلناه متمر لكن فكرة هو مين بيضيف لمين نايوة اللعيب بيجي يدعم وبيكمل فريق لكن مؤكد إضافة البطولات ده النادي الآلي ده النادي الآلي ده القيمة المضافة بتاعت النادي الآلي والآلي خد بطولات قبل أزيد انتقالات وخد بطولات بعدها وخد بطولات وحياخد بطولات بعدها وكل أرقائب وقاموا عملية التانامة ونحنش نتكلم بقى بشكل بقى متقيل سامج قوي هو إسارة فتنة لا إسارة فتنة وناشفة الكسبة بقت مفضوحة يعني جد تطور تطور في كتبك ولونه بيطور برضو بسم الله مشاء الله عليهم بس الجديد في التطوير إنه يقحم بعض النجوم اللي كان لها مكانة واحترام لدى البعض إنه قبلوا يلعبوا هذا الدور هذا الدور السخيف إنه يطلعوا كلام يعني ما يقولوش حد عارف عارف إنه مش صادق فيه ولكن يقوله وعارف إنه حيخلي شكله مش كويس لكن يقوله لما يطلع ناس عمالة تتكلم يعني أنا مش قادر يفهم مثل واحد وكني له شخصيا زي أحمد الخضري كمية كلام كلها كلها مش في الموضوع وكلها مرضوض عليها وكلها يعلم إنه هي عشان ينهي بس بيماد عشان يلقب فيه أسر ما تضربش كويس ما عارفش يتضرب كويس هو ده الإفه اللي بيلف عليك كابتن أحمد الخضري عشان يقولوا في الآخر هنشوف رد على كل الكلام ده يا جماعة لأنه على فكرة يعني مهما كان هذا الانفلات المسئولية الحقيقية عند الإعلام وعلى المسئولين عن الإعلام لأنه اللاعبين السابقين ومسير الفتن والناس اللي بتحرض على تداهر وهذه العلاقات بين الجماهير ما عادش فيه مسئولية ولا محاسبة الناس بتقول كلام فيه مغلطات وبتصدر حاجات سلبية تغير صدور الجماهير من الشباب الصغير وما بنسمعش على أي مسألة لأي حد على هذا السطح الإعلام المتنامي الحقيقة يعني فيه برامج فضائية وفيه قنوات القائمين عليها مسئولين على الإعلام نفسه وحاجة غريبة جدا كما لو كان إنه أي حاجة من شأنها إثارة هذه الجماهير وتوتير هذه العلاقات والأجواء بقت المسألة مقبولة ومسكوت عنها عشان كده هنلاقي دايما في العلاقات اللي بين الجماهير في هذا التوتر الموجود يا أسمعت هدف يا أستاذ براهيم مش مقبولة هم بيستضفوه هم بيوجههم لهذا الهدف يعني المزيع يفضل يليفه دور في الأسئلة لحد ما لقى الخناء ويعمل ببراء يعني هو يا راجل لا 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 مش كده إنت بتقول ليه يا راجل إزاي بس أنت طوص الطول مش عارف إيه وكامل المزيع مش فاهم أنه عليك يا راجل يا راجل حرام هو اللي بيغذي حرام عليكو حرام عليكو مصر بجد لكن عموما خلينا نبدأ حاجة